لا تغيير في سياسة إيران رغم كل المحاولات التي قيل إنها جاءت لتحجيم أطماعها وكبح جماح توسعها على حساب جيرانها ولا يوجد تحول ملموس في الكيفية التي تتعامل بها طهران لتوجيه أذرعها في العراق والمنطقة معاد واشنط للدراسات الشرق الأدنى قال في تقرير جديد له إن الميليشيات المدعومة من إيران في العراق التي شنت هجمات بطائرات مسيرات على السعودية في عامي 2019 و2021 أصبحت تتمتع بالمزيد من القوة والنفوذ وذلك على الرغم من المساعي الجارية لتخفيف حدة التوتر بين طهران ودول المنطقة العربية وبحسب المعهد فإن العلاقات الدبلوماسية المتجددة لم تنجح حتى الآن في تهديئة التوترات في مياه الخليج العربي فعلى المدى القصير قد تسهم هذه العلاقات في إيقاف هجوم مباشر من قبل إيران أو كلائها إلا أنها لن تمنع طهران من اتباع سياسات إشكالية أخرى تتحدى استقرار هذه الدول وتنازعها أدوارها في عنقها العربي ويؤكد معهد واشنطن أن التهديئة الحاصلة لا تتعارض بشكل أساسي مع المصالح الأمريكية حيث كانت أولوية سياسية لإدارة الرئيس بايدن التي وصلت في مواقفها لاحقا إلى الإفراج عن المليارات من الأموال الإيرانية المجمدة مقابل وقف إيران تقدمها في مجال تخصيب اليورانيوم أو الإفراج عن سجناء أمريكيين لديها لكن رغم هذه الامتيازات فإن طهران لم تظهر اهتماما كبيرا بتخفيف التوتر مع واشنطن لا سيما وأن دول المنطقة فقدت الثقة في الالتزام العسكري للولايات المتحدة وهو ما أثبتته سلسلة من الحوادث والتطورات التي أدت إلى تشكيك الشركاء الخليجيين على وجه الخصوص في مصداقية الضمانات الأمنية التي تقدمها واشنطن والتي ما زالت تلعب مع طهران لعبتها المعهودة منذ عقود ضمن صراع الطرفين على المصالح والنفوذ الذي يأتي على حساب دول المنطقة وشعوبها